أولا يزيد أفضى إذا ما قدم يعني ما كنتش في عصر اليزيد حتى تلومني على يزيد أو أقول كلام ده كله الآن إن كان يعذب فهو يعذب إذا كان في قبره ينعم فهو ينعم والله لو دخلت الجنة ولقيته أقول كان بها ونعمة لو دخلت الجنة وما لقيتهوش أقول أن الله عز وجل عادل فكده كده بفضل الله عز وجل لو ربنا مكنني ودخلت الجنة برحمته لن أعترض قضاء ربنا هعمل إيه أعترض على قضاء الله عز وجل فخلاص يعني أنا ما عنديش إشكالية وكل مسلم ما عنديش إشكالية في عدل ربنا عدل ربنا فوق الكل دخلنا الجنة لقناه أهلا وسهلا دخلنا الجنة ما لقناهوش برضو أهلا وسهلا عدل ربنا فوق كل شيء يقينا الحسين رضي الله عنه وأرضاه في الجنة طب يا زيد فين دلوقتي ممكن يبقى في قبره ويبي نعم وممكن يكون في القبر بتاعه يعذب خلاص قصة انتهت تلك أمت قالت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عن ما كانوا يعملون